الحاوي نجم فوق العادة أنا ما عنديش شك إنه الجماهير النادي الأهلي بتحب وبتعشق أي نجم بيمثل النادي في أي مرحلة وفي أي جيل من الأجل لكن فيه دايما نجوم كده بتبقى في حتة تانية وده بيبقى ترجمة علاقة مختلفة شوية أو متميزة شوية مش بس عشان الكورة يعني هنا مش بكلم على الكورة لأنه يعني بتحالي جمهور كبير زي جماهير النادي الأهلي تعود طول عمره على أنه يكون نمرة واحد أو تعود طول عمره أنه يكون بطل بيحس قوي بالإضافة لحتة الكورة والملعب والتسعين دقيقة والأهداف والبطولات عنده كده ترمومتر إيس بي اللعيب ده بيحب النادي قد إيه اللعيب ده مرتبط بالجماهير العظيمة دي قد إيه اللعيب ده مخلص بجد للشعار وللتيشرت قد إيه ووليد واحد من دول ووليد مافيش اتنين أهلوية ممكن يختلفوا عليه واحد من النجوم اللي مش بقول وجهة النظر شخصية بقول بالتعريف الحقيقي للكلمة أنه نجوم تاريخيين وليد نجم تاريخي للنادي الأهلي وإن شاء الله لو قدر يحقق مع النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نفسنا كده وحاسين إن إحنا نقدر جدا حقق بطولة أفريقيا السنة دولي الأبطال وليد يتخطى كل الأندية الأفريقية في حجم البطولات والإنجازات لحققها في مشواره مع النادي الأهلي أنا بكلم حضراتكم على واحد من المعشوئين بالنسبة للجماهير واحد من أكتر اللعيبة اللي بتدي مثلا إزاي تكون منتمي وإزاي تكون مخلص لفرقتك ده هو وليد سليمان اللي متعنا وشبعنا كورة واحد من أمهر اللعيبة طبعا اللي جات واحد من القدم اليسرى اللي ما تتنسيش والأهلي الحقيقة غانب دايما بأولاده بالمواهب وبالنجوم اللي بيقدمهم لكن وليد طبعا على مدار التاريخ كل واحد من أكتر اللعبين المتميزين واللي دايما الحقيقة يعني هنفتقدهم نتمنى له بس يفنش موسم ناجح وشايفين إنه يقدر يدي الأهلي ويفيد الأهلي جوه الملعب وبره الملعب السندي بالذات عندنا موسم شاق جدا محتاجين لخبرات وليد ومحتاجين لأنه واحد كمان خده بالك وليد مش بس لعيب مهاري ومش بس لعيب حريف لكن واحد كمان من أكتر اللعبها المؤثرة يعني إيه؟ يعني لما تيجي تبص وتحلل أرقام ومشواره في البطولات وحجم تأثيره حجم مساهمته في إنه الأهلي حقق البطولات دي هتلاقي واحد من أكتر اللعبين اللي كانوا مؤثرين بشكل كبير جدا على مدار مشاركاته وعلى مدار البطولات اللي حققها مع النادي الأهلي والأهداف خصوصا كمان اللي اتحققت فيه مناسبات كتيرة جدا صعبة وقت ما بتحتاجه بيكون موجود وعندنا أمل كبير جدا ويقدم موسم ناجح جدا مع النادي الأهلي خلصا كبير جدا